السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا شغالين يا حلوين في المدينة اليديدة المدينة اليديدة اه اردي بدأت تشتغل و اردي بدأت تطلع فيها مشاكلها بس الحين بنحقي قسم الخدمات على ستوفو الحين محتاجين خدمات يعني واشياء وطوارق هاشو باكي مترك بتشلمنا الماي واشياء فمحتاجين حقهم خدمات الخدمات العامة بتكون على اغلب في هذا المكان الشرطة والاشياء الثانية على اساس تغطي المنطقة اول شي بنحطي الخدمات العلاجية وخدمات الوفيات وهي الامور هذه الامور راح تحتل عندنا مكان طيب من الخريطة طبعا اذا كنت هاي بالشارع سيدة راح يسوي راح يكون فت عليها بس انا ما يبتس عرفته ممكن ممكن نستعمل مكان مختلف شوي يعني نطلع من هني الشارع اللي اتفقنا عليه اللي هو حشيش يا حلوين مع شو ما عمم مع السياكل اللي هو هذا هذا الشي راح يطلع بالطريقة هاي بما راح اوصل التحت ما اظني راح يكفي المكان لكن راح احاوله كفة هذا بيكون هني طبعا هذا ما بخليها يعني من الستيج اللي الشي اللي ياخذ المساحات الكاملة من عندي ما يصلح عرفتو ممكن ندخل فيه شارع صغير هني ندل ونسوي فيه الخدمة الثانية سيارات النقل زيادة بالطريقة هذي ونبدأ ان اسس المكان على هذا الاساس يعني خلاص بس هذا راح يكون الثيم اللي ديد ما انه كان اللي الشيارة الثانية بس راح احاول احطي اشكال ثانية هذي نخل مثمر اظنني ولا شكله غير بس ابا شي شوي ملون بالطريقة هاي شوي نعطيه المكان طابع منفصل عن باقي خلنا نقول المدينة ان هاي منطقة صحية في نهاية اليوم ونبا نحطي فيها اشياء طبعا على غلب كم اشيارة بتروح مفروض احطي اشيار انا اخر شي صراحة لان انا ويسوي اشياء طبعا هم يخلونه حشيش عندهم لماكن خضرة بس ما ادري افكر اخليه ترابي اغير الثيم ماله الى الثيم الترابي احسه احلى بيكون بالنسبة لي انا يعني الشيار احمر الشيار نفسه حزين ونحطي ثيم ترابي في نص المدينة احسه بيكون احلى بالنسبة لي انا على الاقل ان يكون هذا المكان ممثل التراب بالطريقة هذي مش بالضرورة كامل كامل القسم الثاني مبنى خدمي ممكن يكون يبقى حشيش ما عندنا مشكلة بس احس هذا مش وايد يعني وايد ما سخته شوي يعني ممكن نخلي الشارع ما علي ترابي هذا بالنسبة لخدمة الوفيات وهي الامور اما بالنسبة للخدمات الثانية احنا بنحطي هني مستشفى المفروض يكون ونزين بالطريقة هاي بس الحين المكان ضيق على المستشفى لكن المستشفى موضوع بسيط نقدر انشل هذا ونحطي بما عندنا مكان خدمي كامل ونسوي الشارع شوي انشلا انا ما بالمستشفى يكون على طول في شو في الجبهة فكنت احاول ولا افكر انه ما يكون على الشارع دايريكت ولكن اذا بيكون على الشارع دايريكت نفسه ممكن نخليه في زاوية نفسه هني من الممكن او ونخليه مقابل هذي المنطقة شوفون وتستوي خدمات صحية كمنطقة طبعا هاي بنشتغل عليها الحين عقب الشو يشوفوا المستشفى ما كبره مستشفى عود نزين الحين المستشفى هذا راح يحتوي خلفه على الشارع شارع الخدمات على الاغلب راح نسميه بالطريقة هذي والشارع هذا راح يكون منفصل عن باقي الاماكن صبر هذي خدمات خلف المستشفى تعتبر فعليا مش من جدام المستشفى لان جدام المستشفى خذ حيز ثاني مختلف عن خلف المستشفى بس سعد للشوارع شوية صبر بطريقة تناسب المكان الى قدر الامكان نعم المستشفى شوي تحت وهذا بيتوصل فيه اساس الناس تمشي بس ما نبه الشي يبين امية في الامية فشو بنسوي نقدر نغطي المساحة هاي عفوا نسوي شوي تشجير على الشارع على اساس انه ما يبين وبين فيه نزلات عادية بالطريقة هذي الحين مستشفى شو راح يكون فيه طبعا من الخدمات العامة اللي للناس هادلوا باركنوت هي بس في باركنكس لازم مستشفى هذا نحطي هذا وايد عود وهذا وايد عود وما نحتاج فعليا وايد صراحة بس ممكن نحطي هني ثنينة ثلاثة وبنلف الشارع ونحطي هني واحد وما بنحطي هني طبعا نزل وشو بنسوي وبنحاوط المنطقة هاي انا بالي احطي اللي يرسم الشارع بشكل مختلف شوي راح نحاوطي من المستشفى بشجر الاحمر بس ابقى احطي اه شي حق الطواري ورا المستشفى مكتب من هاي السوالف لان هذا ما يكفي صراحة بس مقابل المستشفى راح يكون في خدمات ثانية نزل احنا نفتح الخدمات الثانية نمد اول شي شارع هني اه نسيت كسرتم نزل نحطي اي مبنى اصغر مبنى موجود مثلا نحطي هذا ما اليوغا صح ولا سونا هذا حمام السونا نزل نحطي واحد ونحطي الصوب الثاني اه سبورس جم عودة هاي عودة وهذه صغيرة نحطي الصوب الثاني فاسيليتي ثاني اللي هي اليوغا غاردن ونحطي عندهم توزيعات احاول اسوية متساوية اتمنى ان اتشوفون هالشي يعني ما تقولوا لي الباركن كبير من زين ونحطي باركن اهني ونحطي مرة ثانية واحد ثاني سونا اهني بالطريقة هذه ونغطيهم بمسطحات شجرية على الاغلب طبعا يبالش شوي تولز الصراحة اسب بعض الاشياء بعدنا نتمنى في ستي سكايلين توي وفرولنا التولز هاي لان الحين انت تتكلمون عن منطقة خدمية حق المكان وتحتاج واي تأهيلات المنطقة هاي وتأهيلات ما توصل بشكل رائع الصراحة عن طريق التولز اللي موجودات بشكل خلا نقول اللي انا ابا ولازم انزل المودات وايد وكل ما نزلت مودات طبعا طلعت عندي مجموعة مشاكل تخليني ارجع عن موضوع المود ننزين عندي المستشفى في الوسط بنحطي شوي انخال الكاليفورنية ما لهم بالطريقة هاي هاي اخر الليل يتمشون ورا المستشفى يحصرون اماكن الجماعة والمكان حلو انهم يتمشون طلق في ناس راقضة في المستشفى وفيه 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 صح؟ فبالنسبة لنا هاي تقريبا حاليا منطقة المستشفيات هاي يمكن اصيب فيها شي بعدين حاليا بخليها نفس ماهي اما هني بيتم عندي شو الهاي كاباسيتي حق يا اخواني المطافي بالطريقة هذي وعندي بيتم الهاي كاباسيتي حق الشرطة نزين ها بنحطيه على تقاطع وبنسوي أبا قريد كل الشوارع الحمرة الى شوارع خضراء وقراس بالطريقة هذي نزين وبيتم عندي أماكن خدمات شرطية طبعا ممكن احطي الهلي كابتر دي بود بس طبعا ممكن نسوي المكان بس ما ابا ليش بحطيه في مكان في زاوية المدينة على اساس الفضل افضل نزين والهاي دنسيتي بيكون هني طبعا هذا فاسيليتي زمالة اصغر هني بعد ممكن احطي سجن او هلي كابتر دي بود سيادة اللي هو هذا ما نشوف وعندنا هذا هاي كابستي الثاني بس ما بنسويها شي بنحطيه مركز الشرطة كم يغطي يغطي لنا تقريبا المساحة كاملة ما يغطي هذه المدينة فبالتالي اذا شوفوا اذا حطينا هني كم يغطي اذا حطينا هني كم يغطي والله مش سيئ بس مش ممتاز مش سيئ بس مش ممتاز فبالتالي نقدر شو نسوي اني بالشارع حقنا نبد شوي شارعنا بالطريقة هذي فهذا على امل يزيد شوي المدى مال الشرطة اه نص نص اذا حطينا هني اذا حطينا هني بغطي بنحطي مركز ثاني هني خدمات عند المدارس مراكز الاصغر عن هاي فبالتالي هني بنحطي مركز الشرطة وعند مركز الشرطة بنسوي خدمات اه فوق الاساسية هني وبنحطي نحتاج مبنى شو يقولنا المبنى هذا يعني ان فيه سيرفس غير الشرطة يعني فيه يعني هذا مكان يكون كأنه يتخلص معاملات تقريبا ممكن نتعوض يعني نعوضها بمبنى من المباني اللي موجودة مثل اوبرا هاوسلا القصر هذا كبير يعني فيه عندنا اشياء افياشن كلاب وايد عود هذا اكيد هذا كبير ضخم عندنا الاكسبو ضخم انا احيد كان فيه اشياء بسيطة لكن بما ان المدينة راح تكون مدينة حلوة نقدر نشوف المدينة كامل من ننزل من القطار من زين الحين حول المدينة هاي ولا عند مركز الشرطة بالذات راح اسوي شو وشي خلني احطي هاي من زين الحين هذا المكان راح يكون سنترك شو سنترك يعني هذا المكان من بين كل الأماكن بشل مننا الزون بحطي هني زون ثاني من زين وهذا الزون بيكون انترتينمنت هذا المكان اللي يستنسون فيه الناس ليش عند قطار عند ريلوي وصلنا ريلوي كامل طبعا من زين هذا بالنيبة هني بنسوي انترتينمنت انترتينمنت ليجر المتعة وعندكم هذا التورزم نحنا هني خلهم يتونسون في هذا المكان راح نحطي على أغلب عمارة عمارتين ثلاثة اربعة هاي ما بنحطيهن عماير لان هاي الشارع دوار فمن الافضل حتى اني اتفادة اني احطي بالغلط وحولا الى هايوي رود من زين وايهني هذا ممكن نحطي على ليجر بس ما نبه من زين نبه نحطي ليجر عند مركز الشرطة يعني مكان مكان ما عرف اللي غلطة هني ينزج ما في مزح في وسط هاي البنحطي ممرات الحين هالأماكن الخدمية اللي راح تشكل خلنا نقول العصة الاساسية حق اللي قاعد نبني هني احنا مجتمع الحين نعرف منه بيه عندنا في هذا المكان فمن الطبيعي نبني لهم اشياء يستنسون فيها نحن ما نبعد بعدين نغصهم صح ياي observation tower لازم يكون عندك محلات مطاعم اشياء انا والله يمكن اسوي هاذي عماير بس شو هاذي لين هني عمارة وهاذي عمارة وهاذي عمارة خلي تغير اشكال هنا شوي قاعد احدد عشان ما يطلع طويلة مثلا نفس هذي فيطلع عندنا مجموعة عماير عند هذه الاشياء طبعا parking هاي المفروض يكفون المنطقة هاي كشكل ما عندنا مشكلة يعني مفروض كمساحة parking الشي الثاني اللي نبعد نحن الحين سؤال كم كان يسمر عنا على فكرة هذا الشي فيه بعد مترو مترو اللي حين ما وصلنا هنا احنا بنوصل مترو في ال city center وفي المطار two points بيكون ايه حق المترو اللي هني يشل الناس يعني هذا بعد بيكون شبه مكان مركزي عرفتو فالمهم الحين انا ابقى نحطي شي عندهم اا يمثل خلي نقول لا هذا لا ما احس يباله هذا لا يبال يكون مكانه شوي مزحوم بشكل خفيف ازيل اذا بيكون مزحوم بشكل خفيف من الجيد اني احطي هني شو شركة شركتين هذي ما اعرف اذا بتطلع بناية بس احس بتكون مش حلوة فبدل ما احطي بناية بنحطي ممشا للناس اللي تبقى تلف حول البناية ان البناية ضخمة يعني فنحطي ممشا وعند الممشا هذا شو نسوي نحطي اا شوية اشياء حق الناس تتي تزوروا المكان ولا تسوي لنا سالفة يعني على الاقل عساس الناس تقعدوا تسوي طبعا الحين استوى عندنا من اشياء اللي موجودة هال الحدائق بلس حدائق كبيرة فعند المشا كان تقريبا والله البراقولات وهيل اتمنسى يوم عقب يوم يا جماعة اهني كان بنحطي براقولات واحدة اثنين ثلاثة اربعة يلسى عالمية بنحطي تحت كل براقولة يلسى يلستين يلسى يلستين يلسى يلستين وبنسير عند هذا بالالوان فنان ما ادرها نقدر نحطي هني بعد على الزواية احسه حلو بيعطي كسرة لون طيبة للمكان بالطريقة هذي ايوة حتى هني قاعدة احطي بنحطي هنا الفود كارتس بالطريقة هذي بنحطي حوله الشيار وثيم هذا بيمشي غير اللي هو ثيم هذا اللي هو ثيم المدينة بشكل افضل فسوينا يلسى في خلف الوبزرفيشن تاور هال يلسى راح تخدم السياح اللي يايين طبعا عساسا نغطي على مركز الشرطة بنحطي ثيم مركز الشرطة ولا ثيم المدينة حق مركز الشرطة اللي هو الاشجار البنوسجي هاي وايد 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 حلوة فيستوي عندنا مكان خدمي جميل طبعا المكان الخدمي راح ينتد لوين لين عند القطار هني بعد راح يكون مكان خدمي راح يطلع فيه عماير بس الفكرة نبني بعدد من الزوار فاذا بيبنا عدد من الزوار شو لازم احطي لازم احطي شيء ذا حجم طيب شيء يجذب الناس الحين عندي اوبزرفيشن تاور بيب لي ناس لكن اذا ازيد على اوبزرفيشن تاور شيء ثاني مثلا مبنى نفس بسك لين هني هذا المثلث ولا القرين هذا اللي توه شفنا ونحطيه هني هذا راح يسوي لي بحد ذاته شو منظر للمكان طبعا هالمكان احنا شو اتفقنا ان احنا خلي ثيم المكان شجري بالطريقة هاي وهذا راح يحوي على طابقين طابق تحت وطابق علوي على اساس المكان مشغول بشكل جميل والناس اللي تزوره ما تضايق هذا جدام المتر والقطار المكان ازعاج فول اي حد يسكن هني ترى يسكن في كمية ازعاج مش طبيعية هنزين بس اللي بيأجر يعني اللي بيسكن هني هو عارف هالشي مفروض مش مفروض انا ايا خبره بعد يعني غلط يعني فنحطي باركن باركنين ثلاثة جدام المكان ونحطي المكان ذات اغطية نحاول الناس اللي تيهني تكون قدر الامكان بعيدة عن الحشرة اللي اللي موجودة ونعزل هذي الناس عن المنطقة هذي بالطريقة هاي شوفوا هذا مركز خدمات الحين احنا بتعدنا شوي عن الثيم الاولي ولا ثيم اللي كنا نشتغل عليه على ثيم شو خدمات الحين خدمات الصحية تغطي الين وين شوفوها خدمات مطافي وخدمات الهذا الحين الباقي الخدمات اللي هني لازم تتغطى عندنا منطقة سكنية هني عالية اللي هي هذي الناس بتمشي مو عندنا مشكلة من غير الشوارع على الديل الاول يمالنا بالطريقة هذي الى ترى هذه شوفو هني بيستوي عندنا مجموعة سكنية عودة خلنا نشيل هذا الزاوية هذي ولا هذي لا عفوا هني منطقة سكنية فيها ضخامة شوي هني راح يكون كثافة زين جزء من المدينة كثيف جزء من المدينة غير كثيف سكنيا فشوي المعادلة بتكون شو أفضل وابا في الوسط شو يكون منطقة تجارية نوعا ما يعني نمسك السكنية هني ونمسك المنطقة التجارية بالطريقة هذي شوفونا فبالتالي نحن صار عندنا منطقة تجارية غير المنطقة التجارية اللي هني نحن نحتاج على الشارع هذا بسويها منطقة رواد الاعمال او منطقة بيزنز بي طبعا هاي الفرق بين المحلات واشياء ثانية شوفونا وهني نحن بنحطيها مباني شوي مختلفة والثيم مالها شوي أصرا مختلف ونحن عارفين هذا الشي وطبعا هالبنايات ايوه راح تسوي زحمة على الشارع اذا سوت زحمة راح يشلهم او تعرفون شو خلي العماير تنشل من الحين ونسويها ممشى افضل متى اطلع لنا عماير تنشب في حياتنا نزيل هذي مش ممكن يكون ناسف شوي بزيادة يعني عرفتو صحيح اوكي قلنا انتغ سكنية بس تحوي على حديقة في الوسط او حديقتين مش غلط وتحوي على في الجانب مثلا من هذا المكان نقدر نحطي لنا جدام الحديقة ملعب ملعبين ونسوي لهم مجموعة ملاعب على اساس الناس تعرف تسكن هنا ويكون في فراغات بينهم يعني مش تعالوا بس خلاص وحطي وقمنا نقلل لجل عيونكم الباركنات بشكل ضخم جدا هالباركنات يحسبون عليه بعض يعني عبذو الله هذا ما بيستوي اوكي اذا نحطي حديقة ثانية هني بيستوي عنا تاون ولا سيربس يعني حق المكان هذا كامل عن طريق هالحدايق حتى ما يحتاجون يمشون لمنطقة الثانية خلي شرب ماء معناه نحنا غطينا احتياج هالمنطقة من وايد اشياء بس الخريطة نفسها جيدة جدا يعني الى ممتاز الحين بنبدأ نشوف زحمة على منو على المونو ريلا ستيشن فشو بنسوي الحين نبني بزحمة الزحمة هيبتي عن طريقة منو نبني بمترو هم زين عندنا خط مترو من هني لين لين خلنا اول شي نسوي لنا خط محترم يعني لين هني وعندنا خط من هني لين اهني اهني اول روت بيروح عندنا من اهني لين الداونتان اللي مفروض هذا المكان زحمة تذكرونه ايوه اهني ويرجع اهني نسكر اللوب نزين كريت نيولاين يرجع من هني يوقف اد استوب ويوقف اهني يروح المطار ويوقف مرة ثانية هني هني ويوقف هذا شوي استوبات كبيرة ترى ويرجع مرة ثانية هني كمبليت لان يعني هذا بيروح المطار وماشا الله تشوف الباسنجرز اربعمية ما دير اذا فيه قطارات شغال عليه ما تشفت لحين قطارية بس مدينا خط قطار لين عنده يعني صراحة فخليناه يعني جيد نزين الحين الشي الثاني هاي المدينة خلا نصغر السمو مالا برش القوة ونقل عفوا القوة نزين بالطريقة هاي بالطريقة هذي ونسوي الحديقة بالطريقة هاي بالطريقة هاي طريقة هاي نزين الحين هاي ترا انا ما بشي فيها شي بحطيها من الوسط شو الفلر مالا الثيم مالي بيكون هالاشجار هاي مثلا تبين منطقة بس جميلة يعني ما تكون فاضية 100% ولكن يكون فيها شي يعني اللي تشوفونها من فوق ما تحسون انها 100% فاضية يغطيها يمتون قريب يشوفون شوية الوان تغطي المنطقة تحسون المنطقة شوي فيها حدائق فيها روح فيها نفس فيها اشياء حلوة انا هني لس حطيت عماير عفوا انا ما بعمواير هني انا بالمنطقة اللي داخل هذي نزين الحين تكون اصغر حديقة في المنطقة تقريبا نسوي هني هذي بارك اريا البرش الصغير بسوي هذي سمول بارك عندنا هني بعد بالاضافة اللي موجودة نعم ليش مجموعة خدمات مول هني الزوار خمسين هني الزوار ثلاثين ناقصنهم حديقة يمكن يا اخي احد يبيعطي وجبة يبيعطي شي واللي هو السيتي بارك سمول مين جيت بيكم فيها وايد بسيطة اربع بوابات بكل بساطة مع شارع بسيط يوصل ما بينهم بالطريقة هذي نحطي لهم الشبك بالطريقة هذي ونحطي هذا هني نقدر انعدله في مرات مايركب عدل فعادي يعني موف التول مش قبل يعني موف التول من هني لين هني ومن هني لين هني وبالطريقة هاي خلنا نسوي الشارع المائل بالطريقة هاي شوي وشوي نبدأ نعدل الميران هني خلص نعدلها بالطريقة هاي طبعا حديقة بتكون وايد بسيطة ثيم الشجري موالها موالنا موجود الريدي نحنا عارفين الثيم الشجري اللي راح نمشي عليه بالطريقة هاي بتمشي مع باقي المدينة نبا بعد الناس تروح حدايق نبا الناس تستانس ثم نبا المكان يكون خالي من الخدمات ما بتكون حديقة كبيرة بس على الاقل فيها نوع من انواع الخدمات يعني بالطريقة هاي ما بنسوي فيها تقريبا اي شي ما عادة يمكن يلست شطرنج صغيرة وبنشوف لنا يلست شطرنج هادي هي هني يلستين عند بعض وهني واحد ثلاثة واني بل اخضر في الوسط يلسات عادية في الوسط الناس تقعد يعني هاي ما اللي يبقى شوي يستجمام في نص المدينة يدخلى مكان يغير جوه شوي يعني دكان صغير دكان صغير اذا ركبناه هني بنخرب الدنيا ما يحتاي اي خدمة بسيطة يعني ما يحتاي الموضوع التعقيد يعني بالطريقة هذي صارت عندي حديقة بسيطة موجودة في نص المدينة بس اللي راح اسوي فيها راح اغيرها الى حديقة بغير لون الحشيشة بس انا عندي لون الحشيشة هني مختلف بنعطي شوي برش صغير طريقة هاي وبعدين نرو معدلة من خلها هاذا الحديقة خلها خلها من اليم شكلها غير ارضياتها مختلفة بخليها في الوسط بالطريقة هاي بس بنشل اللي زدنا من برع بس توت شوي مميزة يعني عن غيرها وفي الوسط محطوطة يعني راح تعطينا طابع راح تعطينا مدخول راح تعطينا اشياء راح تعطيه نسبة سعادة ضخمة للناس اللي ساكنين هني بالنسبة لخلف هذا ما يستوي خليه فاضي امية بالمية فشو بسوي نفس التيم الشجري بتابعة هني بالطريقة هاي وبنحطي فوق وبنسوي بالطريقة هاي نزل المكان الخدمي هني شو ينقصر الحين الوست ترانسفير شو يونت الوست ترانسفير يونت راح يقعد اه بالطريقة هاي لان ما في حد هني صح فشو بنسوي بني بشارع اه يكون مثلا حشيش انا قلت ما بحطي شي هني فعليا لكن ذكرت اني انا مو عندي ويست ترانسفير فاسيليتي وابا شي قريب عليهم فمش غلط ابدا اني احطيه هني اول شي يكفيني شر البلوش مواله وشكله مرتب في مكان في شاحنات يقعدون ينظفون المكان مش غلط ابدا اسوي مكان خدمي بالنسبة للمدينة هذي يعني لا تنسون عن سكة قطار واشياء ثانية وعنده اشياء حلوة فاي حديب القطار هني ترابيستانس سواء مترة او قطار فعفوا كل شوية اشرب مي ولكن الريجين شف بعد كمية كلام كبيرة اعرف هذي المدينة قاعد تاخذ وقت لكن للافضل الحين الشي الاخير مدارس وين بحطي مدارس مدارس ممكن اختار مكان نفس هذا امتداد للخدمات لازم يكون خدمات المدارس قوية انا قلت في البداية هني بس هني بيكون منطقة سياحية فما بسوي ازعاج وايد فيها هني شو الزوار المطقة اللي سويناها اخر مرة في عنا زوار في عنا ناس تنزل بس بعدنا في عندنا مجال انكثر الناس اللي قاعدتي عرفتو غير الجامعة العود اللي راح نسويها فشو اراح اسوي هذي المنطقة ممكن جدا اني ادخل فيها شارعين وين شارعنا الحالي اللي في الوسط حشيش بالطريقة هاي نفسه باقي شوارع المدينة نغير الشوارع اللي موجودة الى الطابع هذا طبعا خلاص هذا الشي اللي اللي غيرنا يعني كنا على اساس ما نسوي خدمة باسات بس سوينا مونوريل وقلت بخلي الناس تمشي افضل انا ما بسوي كل المدينة الحين بسوي منطقة المدارس فمنطقة المدارس اول شي عند مونوريل حلو هذا اول شي يعني مفروض الطلاب الثانوية وهالسوالة فيكون عندهم موضوع سهل الآن نقيس احجام منه المدارس اول شي نحنا عنا شو اللي هي public library ما عندي هاي اش اسمه capacity public library ما نزلوها صح نبقى نزل public library في مكان هذي زاوية مثالية نزلوها غير public library هاي capacity منه اللي هي المدرسة المدرسة راح تعطي ظهرها للشارع بما انها فت نزلوها بالطريقة هذي نزلوها وراح تنعطيها صراغ الحين نشوف هاي capacity high school بتكون اكبر اهي اكبر حبة بنحطيها في منطقة داخلية عكس منه المدارس الثانية يعني هاي نحسب لها لينة هني ما نبقى اه تتصادم مع مدرسة منه الاعدادية هاية ولا الابتدائية بالطريقة هذي نزلوها اوكي نحن فكنا شوي تشوفوا كم يوصل اله كما توصل تقريبا درب هالمدينة وهالمدينة طبعا قد لا يكفون الجميع لكن يمشي دام عندهم واصلات الصور المفروض يتحركون يونيفيرستي ما بحطي اللي يبا يشل المترو يروح هنا يروح يونيفيرستي عند الجامعة مالي فيها سكن وراح نكبرها ان شاء الله للناس مالبى الناس تيهني الحين منطقة دراسية بحد ذاتها شو ربح تكون لازم تكون جميلة نبقى طلابنا شوي في مدارس حلوة في اماكن جميلة في في حدائق في ملاعب عندهم طبعا ملاعب وايد مهمة حق الطلاب بشكل بشكل كبير جدا الملاعب وايد مهمة زين الحين سوينا هاي هاي الاكثر من كفاية حق المنطقة قدري توي قلت ملاعب صح؟ اعرف بس هذا لا هذا انا شوي ضد اخر واحد زين خلي نسوي المنطقة هاي كاملة بنفس الطريقة صبر خلنا نشل هاي نحط المنطقة كلها شو؟ بالطريقة هاي اوكي اوكي وصلت نزين والحين بنحطينا ملاعب كرة سلة اا لحظة خلينا نكتب فوتبول عندهم شي حق كرة احيد ما للجامعة عندهم اذا ما للجامعة نقدر نحطيه هني اتصور مفروض ما يحتاج منطقة جامعية بس كبار ايوه كبار وايد ها ممكن نسوي افنت عقب ورا الجامعة او ممكن نسوينا شي هني مثلا بس مش فيها المنطقة لان الحين هذا اذا نحطي مكان بياخذ المكان كله ما في مكان فبالتالي بنحطي الملاعب الصغيرة اللي نحن نعرفها ونزين خلينا نحطي هذا هني ونحطي اشار عليه طريقة هذي اوكي ونشل الملعب نحطي هني ونحطينا ملعبين الثالث ما راح يركب ما بقى سده صراحة بارك انه بيكون مش حلو وردي عندي منطقة باركنات كاملة فما في هدف اني احطي باركنك هني والطريقة هاي ونحطينا الشارع هني ما اعرف شو بحطي بس بيكون في شي هني شي بسيط يعني بيكون ممكن نحطي دكان هني حق الطلاب بس ابا اشل هاي النكتة وهاي النكتة دكاكين صغار وهني دكاكين بعد حق الشباب ايونة هني تربي يلعبون كورة صح؟ فيبون مكان شوي يحطون في شي ولا يشربون مننا شي عفوان بنحطي لنا الشيار ابا اشير شوي لحضور بنحطي لهم الشيار بالطريقة هاي شيرتين 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 عودة يعني عند الملاعب ويلعبون هني كورة يعني بشكل بيكون جميل بعد حقهم انزين المكانة ثانية طبعا ما بنحطي في شي بنحطي بس في كم من الشير مالنا اللي ماشين على ثيم المدينة الطريقة هاي والطريقة هاي جدام مدرسة ثانوية بنحطي حضايق مختلفة مش من اطفال مش برذيب لازا ولا بلونة شبرزو هاي بنحطي حضايق شوي ثيمها مختلفة بنسوي حديقة هني بنسوي حديقة هني بنزين وبنوصل بين الحدايق لا الحدايق ما تصلح الحدايق نص نص ترى يعني ان الحدايق هذي بعد ممكن نسويها في تروبيكال غاردنز في اشياء يبالي اختار شي منهم صح ممكن نحطي شي من السيتي بارك بروحة ايوه نحطي اماكن دراسية يعني ممكن اسوي حديقة بسياسة تشاور ان اسوي اشياء ثانية ايوه قوم سكيت بارك وهي يلبس رايدنق ستيبل هذا الاخي ما اعرف يعني مدرسة ممكن نحطي الجم المستشفى واشياء ثانية نمكسهم مع بعض نزين يطلع حلو مثلا اذا احطي الجمنازيوم مال مدرسة الثانوية هاي بنقول حلو اوكي يطلع من الجم اوكي ونشل الجم ونزير شو نحطي سكيت بارك طبعا هم هوايات كل حد لها شي مختلف من زين ونشل من الحدائق نفسها حديقة تكون اه خلنا نقول تقدر اي حديقة اه من شلابهم الانجليزي لا في حديقة عودة كان فيها شوارع على ما اذكر ممكن نحطي حديقة هني ونسوي هني دكاكين ونسوي بينهم ما ماشي يعني الحين هاي الحديقة صح هاذي السكيت بارك اوكي وهاذي هني ما في شي فشو بنسوي بنيب ووك ووك عادي ممشى نحطي بالطريقة هاذي خلنا نحطي من هني احسن ونحطي ممشى من اهني اوكي الحين هايال شو بيستون هايال بيتحولون الى دكاكين مثلا هايال دكاكين نفس اللي هني واللي هني بيتخطوه بشير وخلاص استوى مكان مش لازم اعبي كل شي يعني الصراحة انا هالشي ما يعني قبل ما كنت اتسوي الحين قمت اتسوي اني ما مب لازم كل فراغ يعني العنواد هو دين عفونا على الكلمة يعني لكن الفكرة يعني مش لازم كل فراغ اترسب شي ممكن يكون بس شير شير يكون شكل حلوي يعني الحين المكان كخدمات رقم واحد هنحطي شيرتين ثلاث كخدمات رقم واحد كمواصلات موجود والناس تقدر تنزل عن طريق هذا المكان وتروح او ان تمشي من هني بعد حتى هذا ممكن نوصل شوي ترى الناس تمشي يعني عرفته ما عرف مش اميه بالاميه المدرسة واو مدارسة اول مستفل تخيلوا مكتبة بعد فيها فيزيترز يعني الحين شو سوينا في مو الهناك بعيد وين الشباب بيشردون نحن نعرف وفيه هني شو يرسعت مدرسة كل شي في عندنا خدمات خدمات كلها موجودة الحين هاي لكلهم انا على الاغلب راح اسويهم بيوت بالطريقة هذي وراح نسوي بيوت عندنا هني بعد في هذي الفراغات هني شوي بخليهم مشاريع مستقبلية حاليا ما بجيسهم بان هني بعد مكان يبالة زينة بس بالنسبة لخدمات انا راضي عن المدينة يعني استوى عندي مدارس يتغطي كمية طيبة استوى عندي اشياء اتوقع على المونرير اللي استوى الزحمة محطة القطرات الصومالي استوى الزحمة فعلا هاي داونتاون خلا نشوف وش كثر الناس نزلوا منها هاي هاي يمكن يبالة باص والله هذي يبالة وكفة باص بس هنا الساحب عليه يعني الناس تنزلوا تشوف سايت سينك ترى هني مش انه مكان هاي انت بتشوف البحار تبتشوف اشياء ويمكن اماكن ثانية هني نسويها بعد سايت سينك هذي يعتمد على المستقبل يعني لكن بشكل عام هذي بتكون ولا هذا هو مركز المدينة هني مكان فاضي اعرف اشوفه بس هاي الاماكن اللي على الاغلب راح امد شارع احطي حديقة صغيرة واشياء نعبي الفراغات بطرق مختلفة شوي مش لازم نعبيها عماير شوي العماير متعبه هني يمكن احطي صراحة محلات بعد مش على الدوار بس محلات لانها النوعا ما يعتبر داخلية فهذه كانت الحلقة انه نحن نسوي المنطقة هذي لكن انتهى بنا الامر ان نسوي المدرسة وكل شيء اللي تشوفون من اهني الاهني نحن اشتغلنا عليه شغل الديتيل عادي نموعا ما لكن بعدنا قاعد نعبي الفراغات حق المدينة هذي يوم عقب يوم نشوفكم في فيديو قادم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته